موسيقى السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من الأساطير لذلك خلونا نبدأ موسيقى قبل لا أبدأ أبيكم توقزون معي جدا الحلقة المهمة لذلك ستقسم على جزئين لأن الأسطور التي تتكلم عنها لا تتكلم عن أسطورة صنعت ونبيس فقط لكن الأسطورة هذه مصنعت أفلام مصنعت مسلسلات مصنعت مسرحيات مصنعت نظريات فيزيائية نظريات كونية نظريات المؤامرات الأسطورة هذه لها علاقة بأشياء كثيرة ستكلم عن أقدم الحضارات الأسطورية على وجه الأرض ستكلم عن شيء قوي جدا شيء له علاقة بكل شيء ويعتبر أساس كل شيء بحيادية ستكلم عن الموضوع شيء غريب جدا حضارة الأنوناكي الحضارة هذه قديمة جدا ويقال أنهم من ساكني الفضاء هذه النظرية الأولى عنهم أنهم أو فضائيين حضروا إلى الأرض حضارة متقدمة حضرت بطائرات غريبة أقرب منها لو أتكلم عن أنيمي الحوت الأبيض تشوفون كيف طريقة السفن وتعتبر أيضا لها علاقة بالحضارة السومرية فهي أساس كل الحضارات من بعدها ويقال أنها كانت في منطقة معروفة عندنا حاليا أهل العراق مو بس أهل العراق هي كبداية تبدأ هناك لكن في جميع الحضارات في جميع التاريخ الثابت أو الأساطير ما بين العراق الشام هجر الحين نجي إلى الحضارة الأخرى ما بين الشام العراق وهجر فبدت حضارة الأنوناكي عند العراق وهي من أقدم وأول الحضارات الموثقة مع أنها تتتمع ما بين حضارة أساطية أنها حضارات موثقة القدوم الأنوناكي إلى تلك المنطقة كان البشر في وقتها يعتبرون من الكائنات هيموسيبيان الكائنات كان يطلق عليهم كذا كانوا يعتبرون ناس لاجئين إلى الهمجية إلى حياة البراري ما في لهم مدن منتشرين متبعثرين فيهم جهل غير طبيعي حضارة الأنوناكي أتت من كوكب اسم نيبيرو الكوكب هذا له دورة حياة معينة يأتي وكل مرة يظهر يسبب مشكلة في الأرض يسبب فيها الفيضانات كأنه يبي يهجم على الأرض ويلتهمها والكوكب هذا يعامل كأنه هو الكوكب الخفي في مجارتنا أو مجموعتنا وفي أقويل كثيرة يدخل إلى المجارة عندنا إنه من ناس المجارة بس من مجموعة أخرى وقيل أنه من مجارة أخرى وقيل أنه موجود في المجموعة لكنه مختفي ما في حقيقة ثابتة عن كوكب نيبيرو فكوكب نيبيرو كانت علي حضارة الأنوناكي ووصلت حضارة الأنوناكي على كوكب نيبيرو إلى أقصى درجات التطور والعلم والسيطرة والهيمنة لدرجة أنهم مختلف عليهم في الأرض هل هم آلهة ولا هل هم آليين أو حضارة أخرى هل نحن الوحيدون على هذه الأرض؟ لا هل نحن الوحيدون في مجارتنا؟ لا هل نحن الوحيدون في الكون؟ لا أحد يقدر يجاوبك على هذا السؤال إجابة صريحة جاءت حضارة الأنوناكي إلى الأرض لسبب مهم جداً لأن تطورها يفتقر إلى معدن مهم لا يوجد هذا المعدن إلا على الأرض هي عندها كل المعادن ومن أهمها الحديد الحديد والمعادن الأخرى موجودة عندهم لكن المعدن الأهم الذي هو الذهب غير موجود عندهم موجود بكثرة على الأرض فأتت حضارة الأنوناكي لأخذ المعدن هذا كيف تقدر حضارة الأنوناكي تنقب عن المعدن؟ تحتاج إلى من تستعبدهم وتسيطر عليهم ويجلسون في سيطرتهم على هذا الكائن اللي هو البشري فعاملوهم كآلهة قد يكونون هم فضائيين إلا بنجمع القولين هل هم آلهة أم فضائيين؟ هم فضائيين لكن أخذهم الكبر والغرب والتحكم بالبشر أنهم يخلون البشر يعتقدون أنها إحنا آلهة عليكم استغفر الله فكنوا عبيداً لنا واخدمونه وعطونا ذهبكم وعطونا وقتكم طاقتكم أبنائكم كل شيء لكم ملكنا أنتم كائن متخلف ونحن بنسيطر عليه فبدأ البشر ينقب عن الذهب ليش؟ عشان يعطونا الأنوناكي لأن كوكب نيبيو في ظهور الآخر اللي جاء مننا الأنوناكي سيدمر الأرض ويمكن هو يدمر أيضاً بحاجة للذهب لإنقاذ هذا الكوكب فبدأ الأنوناكي فعلاً في السيطرة على الأرض وبدأوا يبنون الحضارة حقتهم القلاع المدن ويوثقون تاريخهم وينسب إليهم أقدم بطارية وزدت على وجه الأرض ويوجد هناك مراكز رصد القمر ويعتبر من أقدم الآثار أقدم من الآثار الفرعونية أنا أكلمكم عن حضارة لها آثار قد يكون هي الأساس في الحضارة الفرعونية يعني الفراعي نجاو وكملوا المسيرة بعد الأنوناكي مثل كثير من الحضارات اللي أكلمكم عنها وزي ما أكلمكم بحيادية أنا ما أدافع عن حضارة في سبيل حضارة أخرى أو أنسب حضارة لقوم عن قوم أنا أتكلم في الوضع بحيادية أنا أتكلم عن أساطير أثرت في عالم الفن هذا المهم عندي الحين فهم بنوا كل شيء وكان عندهم المراصد اللي تبني كل شيء وكان عندهم مراصد اللي اسمه قلب الأرض إلى السماء القلب مش اللي هو أنك تقلبها لا القلب أنك تخليه شيء في الأرض يشير إلى نجم في السماء ليس لأن كل نجم في السماء ينسب إلى إله عندهم في الأنوناكي أو ينسب إلى موطن من مواطنهم وليوحظ أن في الرسومات القديمة أن عندهم القلب اللي زي كذا يمكن مivan الممتجة اللي يكون في عونها ما يلقى الصرحة أن عندهم صرحة شخص من الأنوناكي ماسك حاجة زي كذا وتشير إلى مكان في السماء ولوحظ أن بعدين انتشرت الأهرام والأهرام زي الموجودة في مصر الأهرام القديمة بعدين جاءت الأهرام اللي بنوها الفراعنة أنا أكلمكم عن أهرام القديمة الكبيرة العظيمة التي تشير إلى نجم في السماء ومثلها وجدت أهرام في بابل ومثلها وجدت أهرام حتى في المكسيك ووجدت أهرام في كل مكان تشير إلى هذه الحضارة لأن الحضارة هذه استعمارة الأرض كل ما فيها وكل طريقة بناء أهرام تختلف عن الأخرى بشيء معين هذا الأول بعدين صار صدام كبير لأن وصل حكامهم بعد فترة طويلة من استعباد البشرية إلى أن حاكمين واحد اسمه إنكي والثاني اسمه لنل أو إنل لنل أو إنل لنل رأى أنه لابد من القضاء على الجميع خلاص يبي يتحكم ويبغى الذهب ويبغى يطلع من الأرض ويعود خلاص يبي يسيطر على الكل ويرى نفسه الإله الأكبر اللي لازم يسيطر على الجميع ويكون الجميع تحت حكمة ويجب أن يعاقبوا إنكي رأى غير ذلك تعاطف مع البشر خاصة أنه قيل أن إنكي فيه عرق بشري أو أتى منه ليتزاوج البشر اللي هو الاختلاط العرقي فهذا الشيء كان مرفوض عند الأنونات لكن إنكي أصر دخل في معركة كبيرة مع أخيه إنل يقال أن أخيه ويقال أنه لا مش أخيه لكن أنا سأذهب إلى القرن يقول أن أخيه دخل في معركة كبيرة إنكي وإنل أو لينل وانتصر إنكي على إنل أو لينل وتم نفي إنل إلى كوكب نيبير وقيل إلى القمر فلما تم نفي إنل إلى كوكب نيبير أو القمر بصره اللي يشاهد من الأعلى قرروا بعدين الأنوناكي رحيل وترك عرق يحكم في الأرض يكون عرق وسيط مختلط ما بينهم وبين البشر وعطوهم السيادة قالوا أنتم لكم السيادة أنتم الدم النبيل أنتم الملوك من بحدنا ويقال أن العلق هذا هو اللي أسس الحضارات اللي على الكرة الأرضية من بعدين الملوك اللي ظهروا وأسسوا المدن ومنين جاوبوا العلم هذا ورحل الأنوناكي واختفوا باقي لهم أثار كثيرة نجل أقول لكم حتى أن الكل ينظر إلى نظرية المؤامرة والماسونيين وكذا لأن أثار موجودة ومثبتة للأنوناكي وكثير منها كموجودة في الحراق ويعتبرون هم أسسين الأشورية والسامرية أو السومرية الحضارة ليست السامرية السومرية لكن كل شيء له علاقة بأثارهم يتم التكتم عليه بشكل كبير وكأنهم هم الحقبة المظلمة في تاريخنا اللي يتحكمون عليها الملوك اللي يخلفوهم الأنوناكي من بعدهم كحضارة سومرية فكل الأثار أما نادرة والموجود غير مفسر نهائيا غير مفسر وكيف وصلوا إلى هذه التقنية وكيف عندهم قدرة لتدمير ما يريدون وقدرة لبناء ما يريدون فحكم على أن البن نفي إلى القمر زي ما قيل وقيل المريخ وقيل إلى كركب آخر الآنوناكي كان عندهم قدرة وهذه القدرة غريبة ومثبتة في لوائحهم أنهم حسبوا المجموعة الشمسية كيف مقدارها وعرفوا أماكن النجوم في المجموعة الشمسية أنا أكلمكم عن حضارة سبقة الحضارة الفرعونية ما بعد نوصل إلى حضارة النهضة والإسلام لا 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 أكلمكم عن أشياء قبل الحضارة الفرعونية بكثير حضارة قبل زمن نوح حسب توثيقها لأن أجيكم في الجزء الثاني عن أقدم حضارة موثقة تاريخيا التي جاءت من بعدها لمملكة بابل قبلها أنا أكلمكم عن الحضارة هذه يعني يفضرنا قبل مرحلة نوح عليه السلام كانوا يعفون مواقع النجوم مواقع واسم كل شيء وسموا الكواكب على اسماء آلهتهم وأيضا ينسب لهم من بعدهم جاءت الحضارة السومرية ينسب لهم تحديد اليوم بأربع وعشرين ساعة هم جمعوا ثواني حقت اليوم كلها لو تضرب لساعة ستين دقيقة والدقيقة ستين ثانية وتجمعها توي الحسبة هذه اللي هي ستين ضرب ستين ضرب رابع وعشرين راح تشوف الثواني اللي هم وضعوها لحساب اليوم فتقسيم اليوم إلى أبو عشرين ساعة كان من عهد الأنوناكي ومن ثم جاءت الحضارة اللي بعتهم زي ما قلت لكم الحضارة السومرية اللي استمرت في نشر الثقافة والعلوم هذه اللي كانت موجودة في بابل فلما ترجع للحقائق التاريخية كثيرة تشوف العراق الشام حجر اللي هي منطقة الأحساء كويت والبحرين إلى عمان من عمان تقريبا إلى الكويت موام بالأحساء اللي تعتبر هي العاصمة اللي هاجه العاصمة الكوبا اللي هاجه منطقة الأحساء إلى البحرين لها علاقة في كل شيء وهاد راح تكلم عنها في الجزء الثاني كيف لها علاقة في التاريخ الحين حسب تعليمات الأنوناكي نحن نستعد للصدامة الكبير اللي بيكون بين كوكب نيبيرو مع الأرض وأن دورة ثلاث سنة حق كوكب نيبيرو قد يكون قريبة ما حد يدير عنها وأن الذهب اللي موجود على الأرض هو سبب جذاب الكوكب هذا وهل هم الأنوناكي من يقودون الكوكب الآن أم جات حضارة أخرى غير الأنوناكي لما تجي وقيسها لك بالأنيمي والأفلام والمسلسلات يا إلهي ستستغرب ببدأ فيهم حبة حبة قلوني أكلمكم عن الحوت الأبيض وحضارة أطلانتس وحضارة المايا أطلانتس والمايا اللي كانوا يتقاتلون في الأنيمي الحوت الأبيض هم من بقايا حضارة الأنوناكي خاصة الآلات اللي يستخدمونها الرفرنس التاريخية أو المواجع التاريخية اللي يحطونها في الأنيمي هذا الكثير لها علاقة بحضارة الأنوناكي خاصة إنه ينظر إلى حضارة أطلانتس حضارة المايا إنه كلهم من مخلفات الأنوناكي من الملوك اللي تركوهم الأنوناكي على أنهم ذوي العلق النبيل اللي يحق لهم التحكم بغيرهم فهذا بالنسبة للحوت الأبيض خلونا أتكلمكم عن الأنيمي خماسي الأنيمي خماسي هو كما يسمى بكم باتلر فيه جابر وقارودة يتكلم أنه معهم أنهم جاءوا من كوكب كامبل لغرض السيطاء على الأرض لأنهم يجبون من كوكب آخر ينتقلون له فجاءوا السيطاء على الأرض فلما وصلوا إلى الأرض رأوا أن البشر يلجأون دائما إلى عشق الآلهة يجبون آلهة يعبدونها فقرروا نشر تعاليم كوكب كامبل وتمثيل كوكب كامبل في الأرض وأثروا على البشر من قديم الزمان وخلوهم يرجعون لهذه التمثيل كأصنام وما إلى ذلك وهم فضائيين وسخلوهم يعبدونهم كآلهة سيطان على البشر يستعبدونهم وطول الأنمي يجبونهم يستعبدونهم للبناء وما إلى ذلك وتكوين الوحوش هذا ككوكب كامبل ونفس الطريقة التي سواها الأنوناكي فضائيين استغلوا الجهل البشري وحبهم للآلهة المتعددة وزرعوا فيهم الثقافة هذه هذا لما أتكلمكم عن أنيمي خماسي دعوني أنتقل الآن إلى أنيمي وان بيس لما أتكلمكم عن الأنوناكي جميع الصور المثبتة لمنحوتات الأنوناكي الموجودة الآن في النت وفي كل المتاحف نفسها لما ترجعون إلى أغلفة المانغا ومارا ذانيا طول ما أنا رفع صبعي كذا إذا تعتبر غلفة المانغا حرق اكتموا الصوت هي ليس حرق لكن بعض يعتبرها حرق لأنها لا تخرج في الأنمي ولا جات في الأنمي ولا تأتي ولا جات في المانغا هي موجودة على الغلاف لكن بعض يعتبرها حرق فإلى أن أفتح يدي كذا خلق كاتموا الصوت هنا كاتموا الصوت هنا أفتح الصوت أوكي؟ بعد ما أفتح يدي بنزلها لكن واحد اثنين ثلاثة في أغلبة المانغا في رحلة إنل إلى القمر إنل لما رحل من الأرض إلى القمر شاف صور في القمر تدل على أجداده الصور هذه مشابهة تماما جدا لكل صور الأنوناكي اللي موجودة عندنا في المتاحف فهذا أكبر دليل على تشابه إنل مع الأنوناكي ورحلته في القمر كان يشوفهم يصنعون آليين يصنعون زي الخدم وهو كان يبحث عن الذهب فأنا باجع أكمل الحين بس بفتح يدي فنشوف إنل الحين لما نكلمكم عن الحاكم من حكام الأنوناكي لنل أو إنل أو إنل فعندنا إنل في ون بيس الأمر الآخر في الموضوع جميع الموجودين في سكايبيا لما جابوهم سكايبيا شانديا و بوريكن الأجنحة حقاتهم ناس أجنحاتهم مستقيمة ناس أجنحاتهم على فوق و ناس أجنحاتهم على تحت لما نجعل تمثيل الأنوناكي كان عندهم أربع أجنحة أجنحة على فوق و أجنحة على تحت أيضا يعني نفس التشابه في الأسماء في كل شيء أول معركة لإنل ضد إنكي و إنكي اللي كان يبحث عن دمج العراق و نهي النزاعات و سيطرة إنل هنا عندنا مانكي ديلوري إنكي مانكي مانكي ديلوري ضد إنل في نفس السبيل إنه يلغي سيطرة إنل و فوقيته على الموجودين الآخرين فتشابه غير طبيعي دعونا نذهب إلى مجال الأفلام ترانسفورميرز 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 اللي هي الكوكب اللي هو سايباترون و يونيكون و يجعين سيطرون على الأرض و يبون من الأرض المعادن الموجودة فيها ما قالوا من ذا بسيطرون بحاجة إلى المعادن الموجودة في الأرض كثير فيصلوا المعادن يضربون الأرض يخذون المعادن فيها يستعبدون البشر لصناعة ثقافتهم فجابوهم حتى إباع جزء الثاني أو الثاني ليسوا الميرلن الاتبان من 10 عبارة عن آليات و انهم عقدوا كآلهة و لهم موجودين في ثقافة مصر و لهم شيء موجودين في ثقافة بابل و سوريا و معابد الأردن جابوو اللهم شيء ترى و بعدين جابووا لهم شيء في العراق و بعدين جابوهم شيء في المكسيك و من ذا حضارة الأنواكي الذي يستند عليها الفن ككل في كل مجال في الفن الغرباء القادمين السترينجر والإيليون الجيني السيطون ومصحاب الحضارة الأقدم ووجدين على مهار الزمان ويدخلون في حياتنا ويقعون حتى منهم الملوك في كثير من المسلسلات هي حضارة الأنوناكي لما تجعلها إلى الدسائس السياسية ليش العالم الآن في تكتم عن حضارة الأنوناكي وكأنها قرن مفقود عندنا نفسه ومبيس يعني في تكتم عن وقت معين من حضارة الدي وكأنهم هم القرن المفقود وكأننا عندهم أسلحة لتدمير العالم كأنهم كانوا يبنون وعندهم ازدهار نفس حضارة الأنوناكي يا رجل أنا بطلع الحين من حضارة الأنوناكي في الحلقة القادمة إلى الحضارات الأخرى الحضارات اللي صنعت كل شيء أقدم تاريخ موثق بتشوف تلشابه بتشوف غرابة غير طبيعية فلما تجي زي ما قلت لك في كل مكان في كل شيء لهم شيء معين حضارة الأنوناكي انتظوني في الحلقة الجاية وسأكلمكم عن الحضارة اللي قبل البابل وبين الأنوناكي ممكن الحلقة للحضارة الأساس أو الحضارة الأم هذه وكون أكثر من جزء أنا نحن قارنها خليها جزئين لكن قد يكون أكثر من جزء بناءًا عن البحوث اللي أنا بسويها والربط والمقارنات الأخرى التي لدي أتمنىكم استمتعتوا في الحلقة هذه وفي النهاية يقول معي سبحانك الله ما بحمدك أشهد أن لا إله لا تأستقفك وأعتب إليك تتسار شراك في القناة اشتركوا في القناة على خير